مرحبا بكم في اقادير وكنشكرو انفاس لينا مواكبة معنا لهذا التحركات في المجال الرياضي دائما في اطار المجال الرياضي اصدرتهم كتاب وقوانين وانظيمة الجامعة يعني اعطينا السياق لهذا الكتاب اول شيء هذا قواني انظيمة الجامعة المالكية المريبية لكرة القدم وهو فقط عملية تجميع جميع لكل قوانين متعلقة باحد اللعبة وهي لعبة الجماهير وعلى محبوبات الجماهير وهي افين الشوبية كرة القدم وهذا الكتاب هذا كي سهل امورية على اي واحد مهتم بالرياضة خاصة كرة القدم وعلى انه يعرف ما هي الضوابث هذه اللعبة هذه سوء انها تبنتها الجامعة المالكية المغربية كرة القدم بمناسبة بان القوانين دائما هي قوانين هرامية كنا عدنا الفيفا ومبعد الكاف اللعبة دي كرة القدم يفهم شنو وقانون انضباط يفهم شنو اه نظام انخيرات يعرف شنو مثلا نزاع ايلا كان نزاع فيما يتعلق عقد ديال واحد المدريب ولا واحد اللاعب دي كرة القدم كيفاش هذا النزاع كيف مسألة مستهرة باش يمشي يوصل للحق ديالو او يدافع للحق ديالو كي نعود ثاني كذلك القانون كان نضم اه نظام التعاون بالوسطة ونظام اساسي للعصبة اه الوطنية لكرة القدم الاحترافية وكان لوائح ديال الجامعة بشأن منح طرقس الانديا وكان منطقة ديالتسويق وكان ذاك النموذج جيم الجي سانك والجي سيس هادو بالاضافة لمدونة التخليق في الرياضة هادو دارولي لانه اي لعب اي مدريب اي واحد مكسير لابد يكون عنده هاد القوانين في الدين تعوفهمهم باش يعرف يضبر الامور اللي هو مسؤول لها او اللي هو منخرط فيها بشكل سليم طبيعة الحال هادو رب وحدهم ما كيكونوش كافين دارولي لانه يكون مطلع على القانون ديال 3009 اللي هو القانون اطار ديال الرياضة في المغرب نعم هذا هو السياق ديال اصدار الكتب طبال هل كيتطرح تنزيل ديال هاد القوانين مثل في النزاعات قبل ما نصلوا قضاء متخصيس اول حاجة اما الجامعة كل ما دل القوانين رافع البوابة ديال الجامعة الالكترونية باللغة الفرنسية وحنا كنعرف بان المغرب اللغتين الرسميتين عندوها اللغة العربية واللغة الامازيغية اللي غادية في تنزيل التعاب بشكل تدريجي اغلبية ديال اللاعبين واغلبية ديال المواطن المغربة ما كيكونوش ضابطين لغة الفرنسية وخصوصا اللغة اللي كتكون تقنية بشكل مزيان احنا دبا كنعمله من اجل ترجمة هالكتاب هذا الواحد الكتيب او مجموعة ديال الكتيبات بسلسلات كتوب اللي اسميتها دليل الدليل القانوني لممارسة كرة القدم في المغرب باللغة العربية وبتعبير سليس وبسيط لسهل المؤمورية الفهم لان اللي عندنا مهم شنه هو خصي فهم اللاعب يفهم المدري يفهم والمسير يفهم وحتى الجمهور يفهم وحتى المتلقي يفهم الى ما كانت هذا الفهم هذا السليس والبسيط ذاك العشق الكرة في حدتهم ما كفيش يكون العشق الكرة ولكن معا في اطال القانون المنظم لها ونحن كنشوف كيفاش كرة القدم تتطور ونحن دبا مقوناك اسل عالم ديال القطر ٢٣ ٢٠٢ ٢٢٢٠ هذا اللي كين بانه دخلوا تعديلات جديدة على لعبة كرة القدم ودخلتهم الفيفا اوتوماتيكيا نخص لنكون نحن مستوعبين هذا تعديلات هذي اللي وقعات شنو السياق ديالها كيفاش كيفاش نتبنى وهذا لأن ممارسة كرة القدم هي هي شيء بعدها أول حاجة نفسي وديهني عاد جسدي وبالتالي هذ المسألة هذي هي اللي قد فضع لنا بأننا نسعمه في التوعية بهذا القوانين هذي اللي من أجل تطوير مهارات ديالنا تصور معي لاعب فهم قوانين اللعبة فهم قانون انضباط فهم الحقوق دياله فهم الإطار اللي هو كيل فيه وتضاف لي على أنه كتطالي فرصة باش يبين المهارات ديال وكيتضاف لي على أنه يطلع للتجربة الأخرى إذن بالتالي كيكون لنا واحد اللاعب لمارين يعني متطور أصعب شيء لأنه يكون عندك ناس اللي كين في القطاع وأنهم مكيعرفوش القوانين ديالنا أخبرتكم المفاجأة الكبرى وهو أنه الآن ديال المغربية كنت تتكلموا على الفريق الصفوة يعني الفريق اللي كيلعبوه في مجموعة الاحترافية الأولى بأنه مبالاية كبيرة كتمشي للفرق فاش في المنازعات الرياضية مع اللاعبين مع المدريب واللي كتجوز 10 و 15 و 20 في المياه مناش من مجموع الميزانية السنوية ديالنادي كتلقى مثلا ديالنادي كيخسر في العام واحد جوز المليار مليار ونصد المليار فاش في المنازعات علاش لأنه ما عارفش الحقوق تعه وما فاهمهاش وما عارفش القوانين اللي كتنظم هدك التعاقد مع هدك المدريب هدك التعاقد مع هدك اللاعب هدك التعاقد مع هدوك المساعدين وبالتالي منين كيوقع هو على العقد في البداية كيعتقد بأنه وربح موكوش فينا حالات عديدة للفرق ما قدراش علينا تكمل مع المدريب ولو مثلا شهر او شهر او شهر ونصد وكان ملزمة على نططي ما بلغ طائلة وش فينا عوداني كذلك مدريب مدريبين ولا لعيبين يتمعون فرسخ التعاقد ودهوا ما بلغ طائلة علاش لأنه عند التعاقد او ما قبل التعاقد ما كانوش الناس مطالعين على الحقوق النادي وبالتالي حخلقوا واحد فرصة ديال تفويت اموال اللي كان ممكن انها تمشي لتكوين بالله عليك يعني عشرين مليون درج المليار ولا مليار رون صلات المليار في السنة نعطيوها لواحد ججرتين الناس تخصمنا معهم ولا فركينا معهم ولا فضينا معهم في حين عدنا الفئات اللي ممكن اننا نعطوهم لهم فرصة فين تكونوا اطور ديال الفئات اللي اعطوهم فرصة فين انهم يبهل لهم بان استثمار في الرياضة بانه استثمار منتيج والعطا فريضة بانه عطا يمكن يخليليك حياة مستقرة وفيها واحد نوع من الطموح وواحد نوع من الرغبة في العمل لانك لا بغيتي هادك الاطار طرباوي الرياضي يعطيه لدوك الدرائي الصغار بدوك الفئات خصوك طوفر ليه صار لهم زيان طوفر لي وجب التنقل ما صار فكذا والتالي هذا هو الغاية بانه نصله باش انه يكونوا كل شيء المغاربة والاندية واللاعبين والمدربين والجمهور والمستبعين ولما لا تطلب الباحثين مدركين لهذا القوانيه دي ويخدموه عليها ويطوروها وهذا الشيء كيتلج الصدر من تسمع بانه مثلا في الكلية مثلا ديال الحقوق في الماسترات مثلا كيديرو مثلا تمييز ما بين عقد الشغل وباقي العقود الاخرى خصائص عقد الشغل مثلا كتسمع مثلا بان ماستره يتناقش ده بل اسبوع الجاي يتعلق بعقد اللاعب المحترف وهذا الجديد اللي كان هاتش كيفرح تسمع متى بانه كل هذه الحقوق فيها قدير مثلا دارت في التخصوص مثلا في الدكتورة المنازعات الرياضية هاتش يتلج الصدر وكيفرح وكيعطينا بانه الناس جايين وما عندهم مدرك مؤينة وهذا هو اللي يقدر يساعد اننا نخرجه هاداك القانون ديال 3009 الوجود وهو طبيعة الحال كيجي استجابة التعديلات الدستورة 2011 اللي خلتنا باننا احنا متميزين على مستوى العربي والافريقي نحن نطلق الفصل كان ضموا دسترة الرياضة وكيجي انسجاما مع الرسالة الملاكية الموجهة المناظرة الوطنية بسخلات 2008 واللي كانت شخصات الواقع وبينات بانه هالشي باش كانت تمشى الرياضة في المغرب يجب القطع معه وكرة القادم انما هي فرع من فروع الرياضات الاخرى يعني كنا عدنا فرع عدنا 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 سورين جامعة بالحضر كا punching 65 جامعة بمعنى يلق ويرتنا عدنا قرار القدم هي والحد وبقي معدنا 44 جامعة اخرى هذه ديال كرة الطائعة mà هذه دياله ولacking عدنا عدنا مواطن مغربي باقة وسيطف bacter الى من فقط نكون اهنا لمساعدة لشرح داك القانون اللي هو موجود اشتركوا في القناة